اشتركوا في القناة للعلاقات الممتدة على مدار عقود عديدة بين الدولتين وكذا التعاون المميز بين الجانبين الذي شهدته فترة ولاياته الأولى وبما يعود على الشعبين المصري والأمريكي بالمنفعة المشتركة ويحقق الاستقرار والسلام والتنمية في منطقة الشرق الأوسط من جانبه ثمن الرئيس الأمريكي المنتخب اللفتة الكريمة من الرئيس سيسي مؤكدا اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين وحرس الولايات المتحدة على تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة سواء على المستوى الثنائي أو على صعيد حفظ السلم والأمن الإقليميين تقدم الرئيس عبدالفتاح سيسي بخالص التهنئة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وفي تدوينة له على صفحة رسمية بمواقع التواصل الاجتماعي تمنى الرئيس السيسي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب كل التوفيق والنجاح في تحقيق مصالح الشعب الأمريكية معربا عن تطلعه للوصول سويا لإحلال السلام والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليميين وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وشعبيهما الصديقين قال الرئيس السيسي إن البلدين لطالما قدم نموذجا للتعاون ونجحا سويا في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين وهو ما يتم التطلع إلى موصلته في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن المباحثات التي أجراها مع رئيس إستونيا ألار كاريس أكدت توفق الرؤى حول أهمية تكثيف العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وخلال مؤتمر صحفي مشترك بقصر الاتحادية أشار الرئيس السيسي إلى رغبة مصر وإستونيا في تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وأشار الرئيس السيسي إلى التوفق على أهمية الحفاظ على دورية عقاد جولات المشاورات السياسية والزيارة الفنية بين مصر وإستونيا معربا عن الترحيب بدعم إستونيا المستمر داخل مواسسات الاتحاد الأوربي للملفات ذات الأولوية بالنسبة لمصر كما أكد الرئيس السيسي أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية صلبة قضايا المنطقة مؤكدا أهمية تضافر الجهود لتوصل إلى الوقف الفوري لإطلاق النار ومنع انزلاق المنطقة لحرب إقليمية واسعة النطاق وأهمية إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 باعتبارها حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار في منطقات الشرق الأوسط قال رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن برنامج الحكومة لدى صندوق النقد الدولي هو برنامج مصري وضعته الدولة المصرية مشيرا إلى توجيهات الرئيس السيسي بمراجعة البرنامج في ضوء المستجدات التي حدثت وخلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أكد مدبولي على التوجيهات الرئاسية بعدم اتخاذ أي قرارات من شأنها إضافة أعباء جديدة على المواطنين وأشار رئيس الوزراء إلى أن مديرة صندوق النقد الدولي أكدت أن هناك سعر صرف مرن في مصر بالإضافة إلى تحقيق معدلات النمو بالبلاد وأضاف مدبولي أن تقديرات صندوق النقد الدولي أكدت أن تضخم في طريقه للانخفاض في مصر كما أشار إلى أن الهدف من الشائعات هو زعزعة استقرار وأمن الدولة وإثارة الرأي العام كما أكد مدبولي أن موقف مصر من سد النهضة الإثيوبي والذي أعلنته منذ البداية أنها ليست ضد التنمية في دول حوض النيل بما لا يؤثر بالسلب على الدولة المصرية وحقوق الدولة المصرية في نهر النيل واشدد على أن مصر حريصة على حماية حقوقها المائية بكافة الوسائل ولن تفرط في حقوقها التاريخية في مياه النيل وقادرة على حماية تلك الحقوق وصف منصق الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية مهند هادي الوضع في أحد أماكن النزوح شمال غزة بالبائس مؤكدا أن هذا المكان لا يصلح لبقاء البشر على قيد الحياة مطالبا بتوقف الحرب وقال هادي خلال زيارته لشمال القطاع إنه سمع قصصا مروعة من الفلسطينيين مؤكدا أنه لا أحد يستطيع أن يطيق ما يمر به الأهالي مؤكدا أن الأطفال والنساء وكبار السن يدفعون ثمن هذه الحرب أعلنت وزارة صحة اللبنانية استشهاد أربعين شخصا في محيط مدينة بعلبك بشرق البلاد كما استهدفت الغارات الإسرائيلية مع قل حزب الله في الضحية الجنوبية لبيروت واستهدفت أربع غارات على الأقل المنطقة بعد أن أمر الجيش الإسرائيلي سكان بإخلاء عدة مواقع شاهدين انتهى الموجز ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي ومن خلال الكيوار كود الظاهر من محاضراتكم على الشاشة شكرا على طيب المتابعة تقبلوا تحياتي أنا محمد أنصاري ودونتم في أمان الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر